عادت قضية البنك المركزي للواجهة مجدداً وتحولت قضية توريد الإيرادات وربط فرع البنك بالمركز في عدن من قضية اقتصادية سياسية إلى إحدى قضايا الشأن العام التي يتم نقاشها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي فبعد فشل المساعي الأممية حول تقاسم موارد الحديدة بين الشرعية والانقلابيين أثيرت قضية ربط الفروع بالمركز لتظهر على السطح مخاوف من عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها بموازنات واحتياجات المحافظات بالإضافة إلى القضية الرئيسية التي تركز على ضرورة ترتيب أوضاع المناطق المحررة وربطها بمركز ودورة مالية واحدة اتهم محافظ البنك المركزي حافظ معياد السلطات المحلية في محافظتي مأرب والمهرة برفض توريد إيرادات المحافظتين إلى البنك المركزي بعدن بيان معياد الذي أطلقه للرأي العام عبر صفحته في موقع الفيسبوك والذي لم يوجهه لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو البرلمان كجهات خاضع لقراراتها أكد فيه أنه لا يستطيع مواصلة العمل في موقعه إلا إذا تم تحويل إيرادات المحافظتين بعد بيانه الذي عكس ردود أفعال متبينة وأشعل صراعا على وسائل التواصل الاجتماعي عاد محافظ البنك المركزي بتوضيح آخر استغرب فيه من توضيف تصريحه ضد الشرعية ومحافظة مأرب وسلطتها المحلية مؤكدا أنه تم الاتفاق بالفعل على ربط فرع البنك في مأرب بالمركز الرئيسي في عدن وبإشراف مباشر من قبل محافظ مأرب وبحسب الوثيقة التي نشرها معياد فإن الاتفاق بين محافظ مأرب ومحافظ البنك المركزي على الربط بين الفرعين تم قبل أسبوع من البيان وهو ما أثار الكثير من الأسئلة والاستفاهمات حول الهدف من نشره خصوصا وأنه قد يتسبب بإحداث هزة في قيمة العملة المحلية التي لا يزال استقرارها هشا وغير مضمون بين ضرورة ترتيب إدارة المناطق المحررة وملفها الاقتصادي لإنقاذ العملة الوطنية وبين مخاوف التوريد للعاصمة المؤقتة عدن التي تعيش انفلاتا أمنيا وتعج بالتشكيلات العسكرية المناوئة للشرعية انقسم الرأي العام فهل تستطيع عدن العاجزة عن استقبال رئيس الجمهورية واستضافة جلسة للبرلمان انتساع صلاحيتها واستعادة دورها كعاصمة لكل اليمنيين ولو مؤقتا